من جميبه أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد أن جولة رئيس الوزراء جاءت في إطار حرص الدولة على الاهتمام بمحافظات الصعيد في مختلف القطاعات حيث وجه مدبولي خلال تفقده مستشفى سمنلوت بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية به بحلول مطلع العام المقبل كما أكد ضرورة الاهتمام بملف الصناعات الصغيرة المتوسطة في إطار إنشاء 4500 مصنع جديد وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس السيسي لتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين خصوصا في صعيد مصر اليوم رئيس الوزراء زار أحد أهم محافظات الصعيد وهي محافظة المينيا طلع على سير العمل والملفات الخدمية والتنموية في المحافظة على سبيل المثال زار مستشفى سمنلوت الذي يجري إنشاءه حاليا والأعمال قاربت على الانتهاء كان له توجهات مهمة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الجارية في المستشفى بحلول مطلع العام القادم 2020 أيضا كان هناك أحد الملفات المهمة جدا التي تفقدها رئيس الوزراء وهو ملف الصناعات الصغيرة والمتوسطة زار مجمعا صناعيا يضم 68 مصنعا صغيرا وده في إطار إنشاء 4500 مصنع وهي المبادرة التي يوجه بها السيد رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل للمواطنين والشباب وطبعا الصعيد له قاسم كبير ونصيب كبير من هذه المشروعات الصناعية لأن الصعيد الآن لم يعد كما كان في الماضي الحكومة وتولي هذا الملف تنمية الصعيد ومحافظات الصعيد اهتماما كبيرا ينعكس ليس فقط على مجرد الكلام ولنما بالأرقام وبالفعل هناك تغير حقيقي وربما يشعر به أو بدأ يشعر به بالفعل الأبناء والأخوة في محافظات صعيد مصر